فعلها سابقا وما زال مستمرا تاركا خلفه الانتخابات وقاعدتها الدستورية هذه المرة يتجه مجلس الدولة نحو مجلس النواب لتسمية المناصب وسط خلافات بين خالد المشري وأعضاء مجلس الدولة الداعمين للانتخابات حيث طالبه الأعضاء بمراعاة ترتيب الأولويات ومناقشة القاعدة الدستورية بدل اللهث في سبيل تحديد شاغلي المناصب السيادية كل هذا يحدث تزامنا مع ضغط دولي ومحلي على المجلسين للعمل على إنجاز قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات تنهي دوامة المراحل الانتقالية المناورة تحت رعاية مصرية سلاح عقيلة والمشري في هذه الأجواء حسب مراقبين سعيا لإفشال مساعي الضغوط واستمرار المراحل الانتقالية تشي بذلك تصريحات سامح شكري وزير خارجية مصر الذي قال إن بلاده تدعم ما وصفه الحوار بين مجلسين نواب تبرق والأعلى للدولة جاء ذلك خلال إجاز صحفي مع نظيره الروسي في القاهرة هو موقف واحد يجمع الحكومتين فمصر وروسيا كانتا ومتازالان داعمتين لعقيلة صالح وحفتر منذ العدوان على العاصمة عام الفين وتسعة عشر الذي خلف الدمار والمقابر الجماعية والألغام التي ما تزال تكشف حتى الآن الحديث عن هذه الجرائم لا يتوقف هنا فبعد زيارتها الأخيرة في يناير الماضي إلى ليبيا صرحت البعثة الأممية لتقص الحقائق أن عددا هائلا من الضحايا ما يزالون يعانون الانتهاكات في البلاد حيث التقى خبراء البعثة ممثلي الضحايا والذين أدلوا بشهاداتهم حول وجود مقابر جماعية ومسارح فيها جتث لا يمكن الوصول إليها إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز والإخفاء القصري وأعرب الخبراء عن أسفهم لأن بعض الجهات لم تسمح بالوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز في بنغازي وعدة مدن أخرى رغم الطلبات المتكررة كل هذا وأكثر يفرض علينا السؤال هل سينجح من تورد في تلك الجرائم في إفشال مشروع الانتخابات أم أنها ستفصل على مقاسه وهل سيكون مجلس الدولة أحد أداواته في ذلك